السلام عليكم منحة لطلاب السنوية يعني أي حد عمره ما بين أو يعني من خلال 1 ديسمبر 2002 ل 1 يوني 2005 العمر ده اللي هو يعتبر من 15 ل 18 سنة يقدم في المنحة دي المنحة دي الدول المستهدفة منها المصريين يعني مصر فيه أربع دول البرازيل والهند وأمريكا ومصر يعني تروح واحدة من الأربعة لمدة شهر للطلاب المهتمين بستيم اللي هي العلوم والرياضيات والتكنولوجيا أي حد مهتم بمجموعة استيم وعنده استعداد للسفر وعنده استعداد لتقبل الثقافات الأخرى وحكته للتعلم في الرياضات والعلوم والتكنولوجيا فهو مؤهل إنه هو يسافر الديدلاين 9 مارس 2020 يعني ما عادش يقال لأيام معدودة مش مطلوب من حضرتك أغطر من أنت تجيب بيان أنت في المدرسة وأنك تعمل الابليكيشن اللي هوضتها لك تحت الفيديو وأن يكون عند حضرتك قابلية للسفر طبعا هم هيتكفلوا بكل شيء حتى بالتمن بتاع الجواز السفر اللي أنت والدك هيعمله لك وهيروح معك يعمله وتزكت السفر والإقامة وكل شيء هيتعامل لك سواء برا مصر أو في مصر هم متكفلين بيه طبعا أنت هتستفيد أنت هتعمق معرفتك بالعلوم والتكنولوجيا طول الفترة اللي أنت هتروحها الكامل أسبوع اللي أنت هتروحهم وهتعرف عن ناس جديدة وهيفرق معك كتير جدا ممكن يبتكئ إن شاء الله تاخد من حد باكادريوز بعد كده تروح تدريس باكادريوز برا في أمريكا أو في أي مكان في العالم دي كويسة جدا في السفهات بتاعت ولادكو يا جماعة هيتموا بالموضوع ده مش مطلوب منك أكتر من أنت تعمل الابليكيشن والطالب بيجاوب على أربع أسئلة مقالية بمكتوبين له على حسب الطلب بتاعه فقط لا غير هو ده المطلوب ولا كطلبين أيلس ولا طلبين أي حاجة مجرد تبادل ثقافات واهتمام فقط بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا استم اقرأ معي الوصف اللي تحت الفيديو قبل ما تاخد قرارك وابدأ أقدم ما عادش معاك ألا يعني النهاردة 1 مارس ما عادش معاك إلى الغاية يوم لتنين 9 مارس تحيات لحضراتكم دكتور محمد الباز